إلى البرصة المصرية وفيها أنهت المؤشرات تعاملات منتصف جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للجلسة الثانية على التوالي وفيها ارتفع رأس المال السوقي بنحو 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.8 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10.109 نقاط وكان هذا سعر الفتح بالنسبة لسعر الإغلاط الذي وصلت قيمته عند أو ارتفع بنسبة 4.10% وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1737 نقطة وأغلق عند مستوى 1744 نقطة مرتفعاً بنسبة 38.100% كما فتح مؤشر EGX100 متساوي الأوزان عند مستوى 2614 نقطة محققاً أعلى قيمة ب2633 والقيمة الأقل عند 2614 نقطة مرتفعاً بنسبة 28.100%